السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم الفيديو ده عن أنواع الصياغ والصور اللي بنستخدمها جوه البرزنتيشن هنتكلم على أربع صياغ اللي هما ظهرين قدامنا دلوقتي عندنا الجي بي جي والبي ان جي والبي بي تي اكس والاس في جي أول صورة اللي هي الجي بي جي هنعمل لها دراك أو نسحبها جوه البرزنتيشن الجي بي جي الحاجة المميزة فيها إنها صورة محتفظة بكل تفاصيل فمثلا لو لقيت جسم إنسان زي دوت والخلفية بيضة بتلاقي الخلفية البيضة برضو ظهرة في البروجيكت بتاعك ده باختصار الجي بي جي هنضيف سلايد جديدة وهننقل أو نشوف الصيغة اللي بعدها وهي صيغة مهمة جدا برضو الحقيقة وهي البي ان جي وهي تقريبا اقتصار لبورتابول نيتورك جرافيكس ودي بقى بتتميز عن الجي بي جي إنها لو الصورة ما فيهاش خلفية فهي بتدخل جوه البرنامج برضو من غير خلفية يعني مثلا لو عندي أورجان أو إنسان وما فيش خلفية وراه لما بتدخل برضو جوه البرزنتيشن ما بيبقاش معاها خلفية أو ما بيبقاش فيه خلفية وراه وده طبعا كويس وبنستفاد منه كتير جدا في الشغل بتاعه ولكن يظل إن عندي عائق أو مشكلة في الصغطين ألا وهي إن اللي اتنين مقيدين بريزيليوشن معين بمعنى إن اللي اتنين لو أنت عملت فيهم زوم بقدر معين بيبدأوا يباكسلوا يعني أي يبدأوا يباكسلوا يعني إن الصورة الكواليتي بتاعتها تبدأ تضعف بمعنى إن الصورة بتبقى عندي مهزوزة والعب ده أقدر أتفادها بإن أختار الصورة من الأول جودتها عليها وطبعا الحل الأفضل إن أجيب صورة جودتها مش بتتأثر نهائيا عملت بقى زوم إن زوم قوت كبرت صغرت الصورة زي ما هي ودي بنسميها فيكتور وفيكتور بالمختصر كده عبارة عن رسمة مرسومة بالبين تول سواء بقى على برنامج إلاستريتو أو الفوتوشوب أو الباور بوينت أي برنامج بتستخدم فيه البين تول وأقدر أخرج منه الرسمة على هيئة فيكتور والفيكتورز بيتم تنقلها عادي من برنامج للتاني وطبعا عشان أشهر برنامج في العالم في موضوع الفيكتورز هو الإلاستريتور ففي الغالب بتلاقي الفيكتورز بالصيغة بتاع الإلاستريتور وإن كان في حالة بقى احنا بنعملها بحيث ناخد الفيكتورز اللي معمولة بالإلاستريتور وندخلها جوال باور بوينتر وهي إن أحولها لصيغة اسمها SVG وده النوع التالت اللي هنتكلم عنه دلوقتي بسحب الفيكتور اللي هو بصيغة الاسفي جي جوال بريزنتيشن وبدوس كليك يمين وبختار كونفيرت تو شيب وفجأة الرسمة اللي قدامك بقت قابلة إنها تتفكك تماما وتفضل محافظة على الجودة بتاعتها للإنفينيتي مهما نكبر مهما نصغر الصورة زي ما هي وزي ما انتا شايف نقدر نسحب كل جسم من اللي في الصورة بالسيستمز اللي جواها وتعمل فعل اللي انت عايزه تستخدمها بقى في البروجيكت تاني تدها جرافيكس معينة تدها ألوان معينة تعمل لها أنيميشن دي كامل الحرية فيه وده هنتكلم عنها في فيديو مستقل قدام بإذن الله لإن الشغل بتاعنا شبه معتمد عليها بالكامل وطبعا زي ما قلنا قبل كده عشان تتعامل مع الفيكتورز كويس لازم يكون عندك مهارة استخدام البنتول طيب هنشوف بقى الصيغة الأخيرة وهي الPPTX وده ما قدرش أسحبها أعمل لها دراج جوا البرزنتيشن لإن ده أصلا عبارة عن ملف باور بوينت بريزنتيشن كامل مستقل بيتلاقي عبارة عن كده سلايد وكل سلايد بقى فيها الكمبونت العادي هتلاقي بقى فيها رسومات فيها صور فيها فيكتورز أي حاج دي اللاربع صيغة الرئيسية اللي احنا محتاجين نعرف فيه بقى صيغة تانية لكل برنابي يعني مثلا قلنا اللاستريتور الصيغة بتاعته اسمها EBS الفوتوشوب BST البي دي اف بي دي اف وهجز لو حد عنده استفسار عن أي حاجة يكتبه أو يبعده في رسالة وان شاء الله هنرد على كل حاجة شكرا شكرا